اشتركوا في القناة القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين تقدم أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه رغم نهيه عن الإجهاز على الجرحى في موقعة الجمل ورغم رأفته بأسرائهم قد أمر بالإجهاز على بعض منهم كعمر بن اليثربي وذلك حين صرعه عمار عليه الرحمة وألقاه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام فأمر بأن تضرب عنقه أن يجهز عليه جريحة وذلك لأنه كما قال عليه السلام متمرد أي لا تؤمن أو لا يؤمن شره ولا تصح المجازفة باستبقائه حيا ولا سيما أنه قد قتل من خيار أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثة من الأخيار قتلهم لأنهم بزعمه على دين علي عليه السلام من هذا نتعلم ضرورة أن لا نلتزم جانبا من السيرة العلوية ونهمل الجانب الأخر ونتعلم ضرورة أن نقرأ هذه السيرة بنظرة شمولية ثاقبة ما تعلمناه حتى الآن أنه مع إمكان للدعاء بأن الأصل في الحروب والمواجهات هو العفو والصفح إلا أن لذلك استثناءات كما في حالة عمر بن اليثربي لعنها الله فإن قيل إن مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وأضرابهما كانوا متمردين كذلك بل تمردهم أعظم ومع ذلك قد صفح عنهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فلم لا يؤخذ هذا الأصل أي أصل العفو والصفح أصلا مضطردة إن قيل هذا قلنا إن الإمام عليه السلام قد فعل هذا صفح عن هؤلاء مع كونهم من أعاظم المتمردين صفح عنهم لتمضي المقادير الإلهية فإن الله سبحانه قضى وقدر أن تبتل الأمة بهؤلاء فلابد إذن من استبقائهم وهذه كما بينا من مختصات المعصوم عليه الصلاة والسلام من قضاياه الخارجية فلا يمكن البناء عليها إنه لابد من تجنيب الأمة ما يعرضها للخطر ولذا علينا أن نتناسى الشفقة على أعداء من قبيل عمر بن اليثر بإلعانه الله أما غيره من الأعداء ولا سيما الذين نرى إمكان هدايتهم أو تحييدهم أو أنهم ضعاف لا يخشى على الدين والأمة منهم لا يخشى تمردهم أو لا أقل قد بدى منهم الضعف أو التراجع أو الاضطراب أو بدى منهم شيء من الاتعاض بحيث يمكن أن يؤمن جانبهم ونكفى شرورهم فلا بأس بأن نمنا على هذا الصنف من الناس وإن كانوا من الأعداء لا بأس أن نمنا عليهم بالصفح والعفو لا بأس بالشفقة عليهم أن نشفق عليهم وهذا أيضا واضح فيما بين أيدينا من السيرة العلوية الوضاءة فعلى سبيل المثال هناك شخص كان من الطلقاء من مسلمة الفتح يدعى أبا سفيان ابن حويطب ابن عبد العز القرشي العامري أمه أمنة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية فجده أبو سفيان المعروف رأس الشجرة الملعونة في القرآن لعنه الله والرجل أيضا اسمه أبو سفيان جده لأمه أبو سفيان ابن حرب وهو من الطلقاء والأعداء الذين شاركوا في حرب الجمل إلى جانب الحميراء لعنه الله في قتال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شيخنا المفيد عليه الرحمة في كتابه كتاب الجمل في الصفحة مائتين وواحد وسبعين يقول روى إبراهيم بن نافع عن سعيد بن أبي هند قال أخبرنا أصحابنا ممن حضر القتال يوم البصرة أن علي عليه السلام قاتل يومئذ أشد القتال وسمعوه وهو يقول تبارك الله الذي أذن لهذه السيوف تصنع ما تصنع وهذه ينبغي أن نتعلمها وأن نجسدها في كل سلوكياتنا الحربية يدوية كانت ميدانية أو كلامية لفظية أو كتابية إنشائية أو تأليفية أن لا ننسى ذكر الله تعالى ونحن في خضم المعركة والحرب أن لا ننسى ذكره وتسبيحه جل وعلا فها هو أمير المؤمنين عليه السلام وهو في أجواء الحرب التي تدفع بعض الناس إلى ترك كل شيء لا يذكرون شيئا ولا يصنعون شيئا إلا ما تفرضه عليهم الحرب من صولات وجولات وهجومات ودفوعات ها هو أمير المؤمنين عليه السلام في وسط عجاج الحرب هذه لا يكف عن ذكر الله سبحانه ويقول تبارك الذي تبارك الله الذي أذن لهذه السيوف تصنع ما تصنع إن علي عليه السلام كان دائما دائب الذكر لله عز وجل في كل حالاته يلجأ إليه دائما ولعلنا سنركز على هذا فيما بعد إن شاء الله ثم إن مما يلفتنا هاهنا أن هذا المشهد وهو مشهد صنع السيوف أي ما تصنعه في الأعداء وما تسقطه منهم صرعا وجرحا وقتلا وما تسفكه من دمائهم وتقبضه من أرواحهم وتدقه من أعناقهم هذا المشهد كان يستأهل عند أمير المؤمنين عليه السلام أن يسبح ربه ويذكره بقوله تبارك الله كأنه يرى البركة في ذلك فليس هذا المشهد رغم ما فيه من دماء هو مشهد بشع أو أنه مشهد مفزع أو يتطلب من النفس تراجعا كلا بل هو مشهد في عين المؤمن الصابر التقي الباذل مهجته في سبيل الدين وفي سبيل المثل النبيل وفي سبيل تخليص الإنسانية من الشرور هذا المشهد مشهد مبارك مشهد جميل لا ينبغي أن يفزع الإنسان منه أو أن ينقبض وهذا مما يميز أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكما قلنا إنه كان ذا أخلاق متضادة فمع كمال رأفته وحلمه وشفقته وعطفه حتى على بعض أعدائه كان في الجانب الآخر وفي مثل هذه المواقف ممن تراه في حزمه وصرامته وقوته وجلادته كالجبل لا يتأثر بشيء ويمضي إلى النهاية لقد كان هذا الأمر مما حاول خصوم أمير المؤمنين عليه السلام اتخاذه مطعنا عليه لقد قالوا وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى انتسنى لنا هذا قالوا إن علي سفاح نعوذ بالله سفاك للدماء لا يبالي لأنهم يرون منه هذا الأمر وكأنهم يطلبون من علي عليه السلام أن يغض الطرف عن أولئك المتوحشين الأوغاد المجرمين الإرهابيين الذين انتركوا أحياء في هذه الأرض فإنهم سيجرون أنهارا من الدماء فيها لكي يثبتوا سلطانهم ويشبعون همهم كأنهم كانوا يريدون من علي عليه السلام أن ينقبض وأن يتراجع عن المضي إلى إلى النهاية في تصفية هؤلاء وتطهير الأرض منهم أرادوا منه أن يتراجع بدعوى أنه أما هاله هذا المشهد أما انقبض من كثرة هذه الدماء المسفوكة كلا علي لا ينقبض عليه السلام في مثل هذا الموقف كما لم ينقبض من قبل في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله فكان ماضيا إلى الأخير لأن الموقف يتطلب هذا الطرف المقابل إن كان ممن علم تمرده وغدره ووحشيته وأنه لا يفهم إلا منطق السيف والقوة وأنه إن ترك فإنه سيحدث من المجازر ما يحدث هذا الصنف من الناس لا شفقة يمكن أن نبديها تجاهه إطلاقا أبو جهل مثلا هذا اللعين الذي بلغ من وحشيته وساديته أن أخذ رمحا وضرب به قبل سيدتنا سمية أم عمار بن ياسر عليهم الرحمة والرضوان فقتلها بهذه الطريقة الوحشية السادية الهمجية هذا الرجل لما وقع تحت السيف علي بن أبي طالب عليهم السلام في بدر لا يمكن أن نتخيل أن علي أو أن محمد صلى الله عليه وآله سيده يمكن أن تأخذه الشفقة بمثل هذا هذا الصنف خسيس حقير لا يستأهل شفقة لا يمكن أن يستبقى وإن تخضع في حال الهزيمة وتوسل وقال إني أتوب هذا الصنف لا يؤمن شره لما ينحط إلى هذه الدركة إلى هذا المستوى هذا الصنف لا يستأهل شفقة عمر بن اليثربي لا يستأهل شفقة أما غيره فوين كان عدوا كأبي سفيان ابن حويطب ابن عبد العزة فإنه قد يستأهل هذه الشفقة كما نجد الآن من أمير المؤمنين عليه السلام في روايتنا هذه تقول الرواية إن علي عليه السلام قاتل يومئذ أي يوم البصرة يوم الجمل أشد القتال وسمعوه وهو يقول وهو يقتل يقتل بهؤلاء من جند عائشة تبارك الله الذي أذن لهذه السيوف تصنع ما تصنع وفي هذا الموقف في وسط هذا الموقف انتبهوا ونظر يومئذ إلى أبي سفيان ابن حويطب ابن عبد العزة وهو يسترجع من الخوف وملتحم من الشر كان سيف علي عليه السلام يطيح بهذه الرؤوس هنا وهنالك ويقول تبارك الله ولكن أية رؤوس هذه هي هذه التي كانت تقبل وتحمل على أمير المؤمنين عليه السلام لو أنه وجد واحدا منها كان في حالة اضطراب ورعدة بما ينبئ عن إمكان تراجعه لوفر عليه أمير المؤمنين عليه السلام عليه القتل لأماط عنه سيفه لأن الغرض هو المهم تخليص الدنيا من هذا الشر الذي يحمله هؤلاء في قلوبهم المريضة في نفوسهم الوحشية الهمجية هذا هو الأصل هذا هو المطلوب فإذا بدى من أحدهم أنه سيتعظ أو يتراجع يمكن أن تأخذنا الشفقة عليه لمح أمير المؤمنين عليه السلام هذا الطليق هو طليق ابن طليق هو من الجبهة المعادية إلا أنه لاحظه نظر يومئذ إلى أبي سفيان بن حويط بن عبد العزة وهو يسترجع من الخوف يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وخايف وخايف بيّن أنه واقف ما قادر يحمل لأنه هاله المنظر وبدأ يسترجع من الخوف وما التحم من الشر ظهرت عليه أمارات للطراب يمكن أن يتراجع ويتعظ ويؤمن شره فماذا فعل أمير المؤمنين عليه السلام تقول الرواية فقال له أمير المؤمنين عليه السلام إنحز إلى أصحابي ولا تقتل نفسك ويلك يا هذا يا أبا سفيان تعال ادخل في حيز أصحابي تعال عندنا ولك الأمان لا تقتل نفسك ويلك تعال صير وينا أشفق عليه الرجل فعل هذا مما ينبئ عن أي شيء عن أنه بالفعل مؤهل إما لأن يهتدي أو لا أقل لأن يرتدع ويتعظ وينشغل بنفسه فيجنب البلاد والعباد هذا الشر لا يقف مع أولئك الأشرار عائشة وطلحة والزبير قد تخلى عنهم الرواية تقول فانحاز إليهم أي إلى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أبدى حسن النية وأنه بالفعل ممن يستحق هذه الشفقة وإلا كان بإمكانه أن يعاند وأن يقول كلا أمه وأمه ويدافع عنها ويقاتل ويرتكب كل هذا الشر بمجرد انحيازه وامتثاله لأمر أمير المؤمنين عليه السلام فإنه أظهر ما يستحق أن يشفق عليه هذا هو الذي نطلبه لا أكثر أن نرى بادرة من هذا الذي تورط بشيء مخالف للدين للاستقامة في الدين من وليك الذين نحن نحاربهم عادة في جبهاتنا الكلامية والمنهجية هؤلاء لو أبدوا شيئا من التراجع شيئا من مراجعة النفس يمكن لنا أن نشفق عليهم لكن إذا رأينا منهم إصرارا وعنادا وغيا حينئذ لا يمكن أن نتعامل معهم إلا بمنتهى الشدة والصرامة وأن لا نبقي فيهم باقية أو نبقي منهم باقية حينئذ يستحقون من الإجهاز عليهم الإجهاز على اعتبارهم على شخصياتهم والاعتبارية تنتهي خلص لا تأخذنا رأفة أبدا هم إما أن يسلكوا سبيل عمر بن اليثربي فيجهز عليهم حتى وإن كانوا جرحا يعني قد يقال خلص كفوا ها أنتم قد هاجمتم هذه الشخصية أو ذلك الكيان وجرحتموه وأسقطتموه شيئا ما عن الاعتبار وقد صار جريحا الآن ارفعوا ألسنتكم عنه اتركوه لقد انفض الناس عنه ما عاد يمثل خطرا على الدين إنه في موقف ضعف اتركوه خلص كافي بعد نقول كلا يجهز عليه لأنه متمرد لا يؤمن شره يعود لما أبدى هنا بسبب ضعفه وانكساره التراجع عنه كحالة عمر بن اليثربي هو أبدى كما مر معنا بعدما صار صريعا وجريحا جره عمر ألقاه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام أبدى انكسارا وضعفا وتراجعا وقال يا أمير المؤمنين استبقني لكي أقتل من أعدائك مثل ما قتلت منكم أو من أصحابك قال كلا قال طيب أدن مني حتى أكلمك في أذنك بشيء قال أنت رجل متمرد ما أفعل ذلك هذا في حال اضربوا عنقه خلص هذا في حالة الضعف والانكسار لهذه العلة أبدى ما أبدى لا أنه حقا ممن تراجع فهذا الصنف من الناس الذي يتخذ أسلوب عمر بن اليثربي أو أسلوب أولئك الأوغاد الذين تأخذهم العزة بالإثم فيعاندون ويجابهون ويزدادون إثما وطغيانا لا بد من الإجهاز عليه أما إذا أبدوا بالفعل بادرة تنم عن أنهم يتراجعون ويمكن أن ينطو على ذواتهم كحالة أبي سفيان بن حويط فحينئذ نشفق عليهم تقول الرواية فانحاز إليهم أي إلى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن حمل أصحاب الجمل على أمير المؤمنين عليه السلام حملة الطرف الآخر بدأ حملته من جديد فتداخل الجيشان من جديد فإذا هو قد صار في حيزهم لأن أصحاب الجمل حملوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه وإذا بأبي سفيان بن حويط يدخل في حيزهم بلا إرادة منه فحمل عليه رجل من همدان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وعلي يصيح كف عنه ترك والهمداني لا يفهم لأنه حرب صياح قعقع إلى ما هنالك فما فهم كلام أمير المؤمنين عليه السلام حتى قطعه إربا إربا فقال عليه السلام يا ويحة يا ويحة أبي سفيان هذا أن أتلفته السيوف وقد كان مقتله إلي بغيضا قد أبغضت مقتله لم أكن أرد ذلك لما رأيته منه من تراجع كان يستحق لأجله الشفقة ولكن قد سبق القضاء وسبق القدر هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة